بقلي تقريبا أسبوع أو أكتر عايز أصور فيديو ومع ذلك ما بصورش كل يوم أقوم الصبح النهاردة هصور فيديو عن كذا وأروح الشغل وهاجي أقعد أقرأ كتاب أو أدخل على الإنترنت أقرأ كم موضوع الساعة بعد 11 ونام مع أني بحب أصور فيديوهات مع أن الفكرة اللي في دماغي أن الكلام المسموع والمرئي بيبقى تأثيره أحسن وأنا أريد أأثر أكتر باللي أنا بقوله خصوصا بعد ما أنا بطلت أكتب على فيسبوك بس مع ذلك ما بعملش أنا بحب يعني عندي شغف زي ما أنتم بتقولوا على موضوع الشغف بس الشغف ده ملوش أي 30 لازمة اللي هو ما بتعملش خالص على فكرة ده ممكن يكون عنوان الفيديو الشغف ملوش أي 30 لازمة المهم أن الشغف ده ملوش أي 30 لازمة فعليا لو أنت ما بتعملش اللي أنت عايز تعمله بتحب ترسم بس ما بترسمش عندك شغف للرسم بس ما بترسمش عندك شغف للرسم بس ما بترسمش كل يوم بتحب التصوير بس ما بتصورش كل يوم بتحب الكتابة بس ما بتكتبش كل يوم مرة سأقله كاتبة أنا مش فكرة الاسم إيه بس أجيبه لكم أجيب لكم الاسم بتاعها فبيقول لها إزاي بقى الواحد كاتب كويس قالت ببساطة إنه يكتب كل يوم فالشغف زي الموهبة لو ما اشتغلتش عليها يوميا ما لهمش أي 30 لازمة ممكن حد تاني لعنده شغف ولعنده موهبة يشتغل على حاجة كل يوم باستمرارية ويبقى أحسن من موهبين كتير وأحسن من ناس عندهم شغف كتير الشغف يتنفذ لما تزق نفسك وتدس على نفسك وتدربها إن أنت تعمل حاجة دي كل يوم يوميا من غير نقاش لأن النفس مش هتتدرب إلا بالتعود بإنك كل يوم تقوم تعمل حاجة من غير أي كلام أنا هعمل فيديو دلوقتي وده اللي أنا عملته حالا قبل ما صور الفيديو ده كنت قاعد ولقيت نفسي بفتح الانترنت وبدخل على موقع أعد أرى مقالات وبعد كده فجأة قلت أنا ما صورتش الفيديو رحت أقايم ورحت جاي جاري فتحت الكاميرا وأعدت أصور عشان لازم أوصل لكم دي لأن في ناس كتير زي دلوقتي وأنا متخيل ده ومتأكد منه أن فيه ناس زي كتير بيحبوا حاجة بس ما بيعملوهاش لذلك ما بتحركوش من مكانهم تخيلوا أن أنا تعطلت تقريبا عشرة أيام عشان أعمل فيديو جديد ليه؟ بسبب أن أنا طواعت نفسي وقعدت اتشغلت في أي حاجة بغض النظر الحاجة دي مفيدة ولا لا بس أنت عندك حاجة وعندك هدف عايز تحققه فلازم كل يوم تقوم تعمل الحاجة اللي بتوديك للهدف ده من غير نقاش تاني الشغف والموهبة ما لهمش أي 30 لازمة لو ما بتعملش الحاجة اللي بتحبها أو اللي أنت موهوب فيها يوميا باستمرارية ومن غير توقف كل يوم وفي أي فرصة في اليوم المهم أن أنت بشكل يومي تعمل الحاجة دي لغاية ما توصل لمرحلة أن طبيعي أنك تقوم الصبح تصور فيديو أو أنك ترجع من الشغل تقعد ترسم ده الحل الوحيد عشان توصل للي أنت عايزه أشوفكم الفيديو الجاي وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشار عشان غيركو يستفيد وفيه جرس صغير كده جانب سبسكرايب أو اشتراك على حسب اللغة اللي أنتو بتستخدموها دوسوا عليه عشان تعرفوا لما الفيديو جديد ينزل وأشوفكم الفيديو الجاي